دعني أشرك سيد إيهاب عباس ضيفنا من واشنطن فيما يتعلق بكل هذه التوترات سيد إيهاب يعني في نوفمبر من العام الماضي في تقرير رفعة عنه السرية استخبارات أمريكي يقول بأن روسيا كانت بصدد شراء الملايين من الأسلحة من كوريا الشمالية هل تعتقد أن تعاون من هذا النوع واستكمالا لهذا الطرح أو هذه الفكرة يمكن أن يغير بالفعل قواعد اللعبة في أوكرانيا ومجريات الأمور على الأرض ولماذا تبدو واشنطن شديدة القلق هذه المرة لأن البعض يقول أن بيونج يونج استغلت ربما الفرصة وهنا أقصد فرصة العزلة التي فرضتها عليها واشنطن وقامت بالانفتاح بشكل كبير مع الجانب الروسي ألا تعتقد بأن الولايات المتحدة والسياسات الولايات المتحدة هي التي ساهمت أصلا في مثل هذا التقارئ أنا بحضرتك أستاذة جمانة وبالضيوف وبالمشاهدين في البداية أوضح بعض الأمور وأجيب على سؤال حضرتك أولا الولايات المتحدة أنا لا أريد أن أتحدث باسم الولايات المتحدة لأن اليوم من يدير الولايات المتحدة هم الديمقراطيون هو جو بايدن هو من خلفه ومن يدعمه من الديمقراطيين الليبراليين اليساريين الأقصى الدرجة التقدميين ليسوا هم الولايات المتحدة الولايات المتحدة فيها جمهوريون فيها معتدلون إلى آخر لكن شاءت الظروف والأقدار أن من يحكم الولايات المتحدة اليوم هو جو بايدن ومن خلفه الفريق الديمقراطي الذي أثر بالسلب على الاقتصاد الأمريكي وعلى الاقتصاد العالمي بشكل كبير جدا بمعنى أنه لو كان اليوم هناك رئيس جمهوري نفترض مثلا دونالد ترامب لم يكن لهذه الحرب أن تنشأ منذ البداية ولو قامت لكان هو أنهها في وقتها وسيفعل ذلك إذا ما جاء كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية سياسة جو بايدن والديمقراطيين مع كوريا الشمالية خلال الفترة الماضية دفعت كوريا الشمالية للتقارب أكثر مع روسيا ومع الصين وأنا لا أتفق مع الزميل من واشنطن الذي يقول أن روسيا فاشلة وأقل تطورا وكوريا الشمالية كذلك وأن الصين تنأ بنفسها عنهم لا يكوني تأكيد هذا غير صحيح بالعكس أنا أعتقد أن كوريا الشمالية من الممكن في يوم من الأيام نجدها في تجمع بريكس وإذا ما حدث ذلك فسنكون أمام قطب كبير جدا عسكري وإقتصادي وسياسي واجتماعي يجابها القطب الغربي المتشكل حاليا للأسف الشديد ولكن في عقبات سأعود إليك في مسألة عقبات الوصول إلى الهيمنة من قبل هذا المحور الجديد الذي نتحدث عنه